بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ وعزيزات السلمين اليوم درسنا يتمحور حول التماثل المركزي سنتعرف على مماثلة نقطة بالنسبة لنقطة نبقى على المثال المثال يقول A و O نقطتان مختلفتان من المستوى لننشئ A Prime بحيث تكون O منتصف القطعة A Prime إذن سوف نقوم بإنشاء A Prime النقطة A Prime حيث تكون النقطة O هي منتصف القطعة A Prime تعرفنا في الحصص الماضية بأن منتصف قطعة هو نقطة ينتمي إلى القطعة وتبعد بنفس المسافة عن طرفيها إذن ننشئ ننشئ مستقيم مار من A و O ثم بواسطة المسارة أو البركار نقص المسافة A O هي نفسها المسافة هي نفسها المسافة O A Prime إذن نقص المسافة بواسطة البركار A O هي نفسها المسافة O A Prime ننشئ النقطة A Prime إذن نقول بأن A Prime فهي مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة O أو A هي مماثلة A Prime بالنسبة بالنسبة للنقطة O إذن تعريف تكون تكون A Prime مماثلة النقطة A بالنسبة مماثلة A بالنسبة للنقطة O يعني أن النقطة O منتصف القطعة A Prime الفقرة الثانية سوف نتعرف على مماثلة قطعة ما ثلاثة قطعة مثال A بقطعة و O نقطة من المستوى لا تنتمي إلى المستقيم أبطي السؤال هو إن شاء لننشئ القطعة ننشئ القطعة A بريم بريم مماثلة 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 القطعة A B بالنسبة للنقطة O ننشئ ننشئ القطعة أب B أبطا أبط B و أو نقطة من المستوى مماثلة 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 المستوى إذن سوف ننشئ مستقيم مار من A و O كذلك مستقيم مار من B من D و O بواسطة البتار أو المستوى نقص المسافة أو هي نفسها مسافة أو أبط كذلك نقص المسافة أو B هي نفسها هي نفسها المسافة أو ببط ثم ننشئ القطعة ثم ننشئ القطعة أبريم ببريم أبريم ببريم نلاحظ أن قياس قياس هذه القطعة هو نفسه قياس قطعة أبريم ببريم إذن نأخذ المسار نقص المسافة أب ب نراحظ بأن المسافة أب تساوي 3.3 إذن كذلك المسافة أبريم ببريم فهي تساوي 3.3 إذن نقول أن التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين بين نقطتين نقول كذلك بأن القطعتين قطعتين A B وأبريم ببريم فهما متقا يستين متقا يستين نمر الآن إلى الفقرة الفقرة الثالثة مماثل مستقيم مماثل مستقيم بالنسبة مماثل المستقيم بالنسبة لنقطة مثال D مستقيم D مستقيم و و و و D مستقيم و و و نقطة خارجة السؤال هو لننشئ مماثل بماثل و و و و و و و و مستقيم دي. ننشئ المستقيم دي. نعلم ان المستقيم فهو غير محدود انه هو مجموعة من النقاط. ونقطة خارج هذا المستقيم. اذا لكي ننشئ المستقيم دي مماثل المستقيم دي. يجب ان ناخد نقطتين على على المستقيم دي. ناخد نقطتين المستقيم A و B. ثم ننشئ مماثلتي A و B بالنسبة للنقطة O. كذلك بواسطة المستقيم. ننشئ مستقيم المار من A و O. ثم مستقيم من B و O. بواسطة البركار أو المستارة. نقيسه. نقيسه. المسافة A. O. هي نفسها مسافة O. A. بريم. كذلك مسافة B. O. هي نفسها مسافة O. B بريم. A بريم. بي بريم. ثم ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن المستقيم بأن المستقيم فهو يوازي المستقيم دي. نلاحظ بأن دي بريم يوازي دي. إذن نقول نقول أن التماتل التماتل المركزي يحافظ على التوازي. يحافظ على التوازي. وكذلك نقول أن مماتل مستقيم بالنسبة. النسبة. لنقطة. هو مستقيم يوازي. هو مستقيم يوازي. الفقرة. الفقرة الرابعة. مماثلة زاوية. مماثلة زاوية. بالنسبة. لنقطة. متل. متل. مماثلة. ع.و بزاوية زاوية. قياسها. قياسها. خمسة. سينا درجة و و اه نقطة من المستعب السؤال هو لننشي الزاوية A'B' مماتلة الزاوية A و B بالنسبة للنقطة E إذن سوف ننشي الزاوية A'B' الزاوية A'B' A'B' قياسها 50 درجة بواسط 8 قادة نقيس 50 درجة ثم ننشي نسمي مستقيم أو طرف الثاني للزاوية A'B' سينا درجة قلنا و اه نقطة من المستعب إذن سوف ننشي لكي ننشي المماتلة الزاوية A'B' يجب إنشاء مماتلة النقطة A'O'B' على التواري بالنسبة للنقطة A' قلنا و اهنه قلنا و اهنه قلنا و اهنه إذن بواسطة البركات نقص المسافة ونقص المسافة ونقص المسافة ونقص المسافة ونقص المسافة من الساوية ننشئ الزاوية أبريم أبريم نأخذ أو باستعمال الملقلة نقص الزاوية أبريم أبريم ببريم نلاحظ بأن قياسها يساوي خمسون درجة إذن بواسطة الملقلة بواسطة الملقلة نقص الزاوية أبريم أبريم ببريم نلاحظ أن قياس الزاوية أبريم أبريم ببريم يساوي خمسون درجة إذن نستنتج أن التماثل نستنتج أن التماثل المنقرزي يحافظ على قياس الزاوية وكذلك نقول بأن مماثلة قطعة بالنسبة لنقطة هي قطعة تقى يسوها الفقرة الأخيرة هي مماثلة دائرة بالنسبة لنقطة مماثلة دائرة بالنسبة لنقطة أخرى خامسة مماثلة دائرة بالنسبة لنقطة مثال سي دائرة سي دائرة مركزها مركزها أو وشعاعها إيه السؤال هو لننشي الدائرة الدائرة سي مماثلة الدائرة سي بالنسبة بالنسبة للنقطة إيه إذن ننشي دائرة ننشي دائرة السي ننشي دائرة سي مركزها أو وشعاع وآ هذه الدائرة سي مركزها أو وإي نقطة من المستوى السؤال هو إنشاء سي مماثلة سي بالنسبة للنقطة إيه لكي ننشي دائرة سي مماثلة سي يجيب أن نأخذ نقطة أ على الدائرة سي ثم ننشي مماثلت مماثلتها بالنسبة للنقطة إيه إذن ننشي مماثلت المركز ومماثلت النقطة أ بالنسبة للنقطة إيه بواسطة البركات كدلك نقيس نسافة أو إي أو ثم نقيس نسافة آ إيه نفسه كدلك إذن ننشي دائرة سي مماثلت مماثلت أو أو أ أ آ أيها دائرة سي بريم السؤال المخروع هو لنبين بأن لدينا للدائرتين السي والسي بريم لهما نفس الشعاع لهما نفس الشعاع لدي لنبين ليبين ينبين أنّا ينبين أنّا للدائرتين سي واش سي بريم نفس الشعاع لدينا لدينا أبخي مماثلة أبخي مماثلة أبخي 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 مماثلة أبخي يحافظ على المسافة بين نقطتين بين نقطتين وبما أننا أقع تساويه فإن أقرب أقرب تساويه إذن إذن مستنتج 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 الدائرة سا و سبري نفس الشعر نفسه الشعر خاصية خاصية مماثلة مماثلة الدائرة س التي مركزها مожу موسيقى موسيقى دائرة مرتفع مماثلة وماتل النقطة وبالنسبة هذه النقطة ولهما نفس الشهر نتا